بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الفيزياء للسنة الثالثة الثانوية للمسارات التخصصية في درسنا اليوم بمشيئة الله سنتعرف على أنواع العدسات والعدسات المحدبة والمقارة أهم الأهداف التي سنتناولها نوضح المقصود بالعدسة نذكر أنواع العدسات نعين موقع الصورة المتكونة بواسطة العدسات بالطريقة الهندسية والرياضية وسنكتفي في درسنا اليوم بالطريقة الرياضية ونتناول فيما بعد الطريقة الهندسية أهم المفردات التي سأتعرف عليها العدسة المحدبة العدسة المقارة معادلة العدسة الرقيقة لاحظ الصورة التي أمامك ماذا ينتج؟ دائماً ماذا ينتج حينما تضع العدسة أمام شعاع ضوئي؟ يكون أحسنت إذن يتكون انكسار للضوء ومن الممكن أيضاً أن ينتج قوس المطر ما المقصود بمفهوم العدسة؟ مفهوم العدسة من خلال الصورة التي أمامك هي عبارة عن ماذا؟ نعم أحسنت إذن هي عبارة عن قطعة من مادة شفافة هي عبارة عن قطعة من مادة شفافة مثل الزجاج أو البلاستيك البلاستيك إذن العدسة هي عبارة عن قطعة من مادة شفافة مثل الزجاج أو البلاستيك يمكن أن نستخدمها في تجميع أشعة الضوء أو تفريق أشعة الضوء إذن حينما نتطرق إلى مفهوم العدسة نقول بأنها قطعة من مادة شفافة أو البلاستيكية شفافة تستخدم في تجميع أو تفريق الضوء وتكوين الصور لكي نتعرف على أنواع العدسات صف عزيز الطالب شكل العدسة التي أمامك الآن نعم أحسنت إذن تكون رقيقة من الأطراف وسميكة من الوسط إذن لدينا عدسة رقيقة من الأطراف وسميكة من الوسط هذا النوع من العدسات نطلق عليه مسمى العدسة المحدبة إذن أطلق عليها مسمى العدسة المحدبة وهي التي تكون رقيقة من الأطراف وسميكة من الوسط ماذا حدث للأشعة الضوئية حينما سقطت عليها؟ حين أحسنت إذن عملت هذه العدسة على تجميع الأشعة الضوئية بالتالي سأطلق عليها مسمى آخر من الممكن أن نسميها العدسة المجمعة إذن من الممكن أن تسمى بالعدسة المجمعة لأنها تجمع أشعة الضوء إذن من خلال الصورة التي أمامي إذن هذا الشكل هو عبارة عن عدسة محدبة وهي التي تكون سميكة من الوسط ورقيقة من الأطراف ودائما تجمع أشعة الضوء لذا تسمى بالعدسة المجمعة ننتقل للنوع الآخر من أنواع العدسات صف لي عزيز الطالب شكل العدسة الآن التي تراها على الصورة التي أمامك نعم أحسنت إذن رقيقة من الوسط نلاحظها في الوسط عبارة عن مادة رقيقة من الوسط وسميكة من الأطراف ماذا تلاحظ على الأشعة الضوئية حينما سقطت عليها؟ نعم أحسنت إذن تفرقت الأشعة الضوئية هذا النوع من العدسات نطلق عليه مسمى العدسة المقعرة إذن أطلق عليها مسمى العدسة المقعرة إذن العدسة المقعرة هي التي تكون رقيقة من الوسط وسميكة من الأطراف إذن العدسة المقعرة هي التي تكون رقيقة من الوسط وسميكة من الأطراف ومن الممكن أيضا أن نطلق عليها مسمى المفرقة إذن نطلق عليها مسمى المفرقة لأنها تفرق الأشعة الضوئية حينما تسقط عليها إذن لدي نوعين من أنواع العدسات العدسات المحدبة والعدسات المقارة بالنسبة للعدسات نستطيع تحديد بعد الجسم وبعد الصورة والبعد البؤري باستخدام معادلة العدسة الرقيقة كما استخدمناها في المرايا إذن معادلة العدسة الرقيقة ستكون عبارة عن مقلوب البعد البؤري يساوي مقلوب بعد الجسم مضافا إليه مقلوب بعد الصورة إذن مقلوب البعد البؤري 1 على F يساوي 1 على DO مقلوب بعد الجسم مضافا إليه مقلوب بعد الصورة في حالة العدسة المحدبة دائما البعد البؤري سيكون موجب أما بالنسبة للعدسة المقارة البعد البؤري سالم إذن في العدسة المحدبة البعد البؤري يكون موجب والبعد البؤري للعدسة المقارة سيكون سالم أما بالنسبة لبعد الصورة الصورة دائما تكون موجبة إذا كانت صورة حقيقية وبعد الصورة يكون سالب إذا كانت الصورة خيالية قانون التكبير تكبير الصورة في داخل العدسة M يساوي سالب DI على DO إذا سالب بعد الصورة على بعد الجسم أيضا يساوي طول الصورة أيضا حاصل قسمة طول الصورة على طول الجسم إذا لكي نحسب قوة التكبير باستخدام القانونين كما استخدمناها أيضا في حالة المرايا M تساوي سالب DI على DO حاصل قسمة بعد الصورة على بعد الجسم حاصل قسمة HI على HO طول الصورة على طول الجسم ناخذ هذا المثال وضع جسم على بعد 32 سنتيمتر من عدسة محدبة بعدها البؤري إذن البعد البؤري هنا F8 وضع جسم بعد الجسم إذن هذه عبارة عن بعد الجسم أرمز لها بالرمز DO المطلوب مني الآن أين تتكون الصورة أين ستتكون الصورة إذن المطلوب مننا حساب DI إذن من القانون العام للعدسات كما هو ظاهر أمامك 1 على F يساوي 1 على DI زائد 1 على DO المطلوب مني إيجاد حساب DI كيف توصلنا لهذه العلاقة نوحد المقامات ثم نقلب العملية ونتوصل إلى أن DI بعد الصورة يساوي F في DO على DO ناقص الـ F إذن ضرب البعد البؤري في بعد الجسم على بعد الجسم ناقص البعد البؤري F8 البعد البؤري في بعد الجسم 32 على بعد الجسم ناقص البعد البؤري نحصل على بعد الصورة تقع على بعد 11 سنتيمتر في الجانب الآخر المعاكس للجسم إذن إذا كانت هذه العزسة المحدبة الجسم كان يقع على بعد 8 فإن الصورة تقع على بعد 11 سنتيمتر من الجانب الآخر المطلوب الثاني إذا كان طول الجسم 1 سنتيمتر فما طول الصورة إذن إذا كان طول الجسم 1 فما طول الصورة إذن لكي نوجد طول الصورة نستخدم قانون قوة التكبير M تساوي HI على HO يساوي سالب DI على DO المطلوب مني HI طول الصورة أضرب وسطين في طرفين وأضع الHI لوحدها في طرف أحصل على سالب DI في DO على DO سالب DI اللي هي بعد الصورة في طول الجسم على بعد الجسم سالب 11 في الثلاثة على 32 سنتيمتر إذن طول الصورة سالب 1 سنتيمتر إذن طول الصورة سالب 1 بما أنها بإشارة سالبة هذا يعني لي أن الصورة مقلوبة إذن بما أنها بإشارة سالبة يعني لي بأنها مقلوبة نأخذ هذا السؤال تكون الجسم موجود بالقرب من عدسة محدبة صورة حقيقية مقلوبة طولها 1.8 على بعد 10.4 سنتيمتر منها فإذا كان البعد البؤري للعدسة 6.8 فما بعد الجسم وما طوله إذن مرة أخرى تكون الجسم موجود بالقرب من عدسة محدبة إذن بما أنها عدسة محدبة بعدها البؤري موجب صورة حقيقية مقلوبة طول الصورة إذن طول الصورة 1.8 اللي هي عبارة عن ماذا H-I على بعد إذن بعد الصورة أيضا D-I فإذا كان البعد البؤري F فما بعد الجسم إذن المطلوب مني الآن D-O و-H-O إذن المطلوب مننا حساب بعد الجسم وطول الجسم كيف من الممكن أننا أيضا في البداية أولا نوجد بعد الجسم نعم أحسنت باستخدام القانون العام للعدسات أو قانون العدسة D-O يساوي F في D-O على D-O ناقص ال-F تطبيق مباشر إذن تطبيق مباشر نطبق تطبيق مباشر D-O تساوي F في D-I 10.4 في 6.8 على 10.4 ناقص ال-6.8 أوجدنا D-O الآن كم قيمتها أوجدنا D-O الآن قيمتها 2 في 10 سنتيمتر إذن طول الجسم إذن بعد الجسم بعد الجسم على بعد 2 إذن بعد الجسم على بعد 2 المطلوب مني طول الجسم نوجده باستخدام قانون قوة التكبير H-I على H-O يساوي سالب D-I على D-O أضرب الوسطين في الطرفين لكي أحصل على H-O إذن H-O نقسم على معاملها D-O نحصل على H-O تساوي سالب D-O اللي هو بعد الجسم مضروب في طول الصورة على بعد الصورة نعوض سالب 19.6 في سالب 1.8 على 10.4 نحصل على طول الجسم 3.4 إذن طول الجسم 3.4 ونلاحظ بأن الصورة هنا طول الجسم أكبر من طول الصورة مما يعني لي أنه تكون لدي صورة مكبرة إذا وضعت صحيفة إذن إذا وضعت صحيفة على بعد 6 سنتيمتر إذن هذا بعد الجسم بعد الجسم عبارة عن ماذا أحسنت عبارة عن D-O من عدسة محدبة بعدها البؤري أيضا إذن هذه عبارة عن F فأوجد بعد الصورة المتكونة لها إذن المطلوب مني إيجاد D-I إذن المطلوب مني إيجاد D-I كيف أستطيع إيجاد D-I أحسنت باستخدام القانون العام للعدسات اللي هو D-I تساوي ال-F في D-O على D-O ناقص ال-F البعد البؤري البعد البؤري 20 في ال-6 اللي هي بعد الجسم على بعد الجسم 6 ناقص ال-F ناقص ال-20 نحصل على D-I سالب 8.6 إذن نحصل على بعد الصورة سالب 8.6 بإشارة سالبة معنى أنها في الاتجاه الآخر ننتقل إلى نماذج من أسئلة التحصيل وضعت شمعة أمام مرآة مقعرة أيضا على بعد 6 صانتي إذن بعد الجسم تفقنا أن بعد الجسم D-O فتكونت لها صورة D-I على بعد 6 ما البعد البؤري إذن ما البعد البؤري تطبيق مباشر لقانون البعد البؤري D-O في ال-D-I على D-I زع ال-D-O نصل إلى أنه يساوي 3 صانتي متر وضع جسم أمام عدسة محدبة فتكونت له صورة مكبرة إذن هذه عبارة عن M 2.5 إذا علمت أن طول الصورة طول الصورة رمزنا له بأي رمز H-I فكم يبلغ طول الجسم إذن كم يبلغ طول الجسم نطبق قانون قوة التكبير M تساوي H-I على ال-H-O 2.5 تساوي تساوي H-I 10 على H-O أبغى 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 ال-H-O إذن H-O تساوي 10 على ال-2.5 تطلع لنا 4 سانتي متر تطلع عندي 4 سانتي متر باستخدام قانون قوة التكبير استخدمت مرآة محدبة بعدها البؤري F-2 متر إذن البعد البؤري 2 لمراقبة موانقف السيارات فإذا توقفت السيارة على بعد 6 متر إذن هذه عبارة عن بعد الجسم D-O فإن بعد الصورة ماذا سيساوي نعم أحسنت تطبيق مباشر للقانون نصل إلى بعد الصورة سالب 1.5 متر وضع الجسم على بعد 10 سانتي متر إذن بعد الجسم D-O من مرآة مقعرة لاحظ أنها مرآة مقعرة فتكونت له صورة حقيقية على بعد D-I D-I ما مقدار قوة التكبير إذن ما مقدار قوة التكبير قوة التكبير D-I على D-O إذن 20 على 10 نحصل على 2 إذن في ختام درسنا لهذا اليوم تعرفنا على المقصود بمفهوم العدسة وتناولنا مفهوم العدسة بأنها عبارة عن قطعة من مادة شفافة سواء كانت زجاج أو بلاستيك تعمل على تجميع وتفريق أشعات الضوء تناولنا أيضا أنواع العدسات وذكرنا بأن لدينا نوعين من العدسات العدسة المحدبة والعدسة المقعرة العدسات المحدبة أطلقنا عليها مسمى العدسة المجمعة وكانت سميكة من الوسط ورقيقة من الأطراف أما العدسات المقعرة كانت عبارة عن العدسة المفرقة وكانت رقيقة من الوسط وسميكة من الأطراف تعمل على تفريق الشعاع الضوئي وتناولنا معادلة العدسة الرقيقة ومعادلة التكبير بالإضافة إلى حل مجموعة من التطبيقات الرياضية عليها وبهكذا نكون وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح ودمتم بخير ترجمة نانسي قنقر